شغف سلطان في الطبخ لماذا السر وراء ذلك؟ أنت أثناء كلامك ذكرت أني أطبخ في حب أعمل بحب هذه اللغة واضحة واضحة جدا بأنك شغول في هذا المجال السر وراء هذا الشغف هل وجدت نفسك في هذه الدائرة أو في شخص وراك كان يدعمك؟ أول شيء أنا صح أني حصلت نفسي بهذه الدائرة و هذا المجال فوق هذا كلها أمي الله يخليها لي يا رب كانت من أكبر الدعمين لي يعني كمجال الطبخ ممكن نحن مجتمع شرقي ما يتقبل ممكن الطبخ أنه يعني شاب طبخ وكذا أنا من زمان كنت أطبخ وما كنت يعني لسه ظاهر على السوشيال ميديا فكنت لما أطبخ عادي يعني أطبخ بالبيت يعني ما كانوا يعني أهلي تقدر سيقول أنهم يعني يفكرون أني أدخل بالسوشيال ميديا كنت أطبخوا للبيت ما كنت أصور وتجي تصويرات بسيطة خفيفة لسناب يعني ما كنت مرة أصور كثير نفسها الآن فجت فترة خلاص يعني لمتها كذا أنا أطبخ كذا كثير فجتني مرة من المرات أمي قالت لي سلطان يعني الطبخات اللي أنا جاء ستطبخها اللي جاء ستطبخها ونزلها للعالم جميل يعني فكانت مرة معززة يعني أي معززة مرة كانت تعززني يعني هي أكبر الدعمي اللي من البداية هي اللي علمتني الطبخ ويعني هي اللي شجعتني وهي اللي يعني هي اللي كبرت سلطان الشائع ترجمة نانسي قنقر